وين شركة نوكيا واصلة على آخر سنة 2023؟ يعطيكم الصحة والعافية معاكم أحمد وعركي بداية الفيديو لا تنسونا أهلنا من دعاكم الصالح أصلا ينصرهم ويثبتهم وفكعوكم ويرحم شهداهم اللهم آمين أقل شي تقدر أنت تسوي حقهم إنك تدعي لهم فلا تبخل عليهم من دعاك الصالح هذا النوكيا X30 5G آخر تليفون فعليا نزل من شركة نوكيا تقدر تحط كرتك فيه وتستعمله وتتحمل إنك أنت تستعمله وهذه النقطة الأساسية تتحمل إنك تستعمله لأنه هناك الكثير من تليفونات نوكيا موجودة بالسوق بس الشخص نفسي يستعمل تليفونات رائدة كثيرة متعود على مستوى معين من ناحية الأداء الشاشة التصوير إلى آخره لأن هذا آخر تليفون أنا ممكن أحط كرتك فيه وأستعمله مرة ثانية أنت نوكيا X30 هذا التليفون يابلك شكل العصري مع التليفونات بشكل متأخر صح؟ بس يابلك إياه التليفون هذا نزل على آخر سنة 2022 الشهر ستمبر إذا ما نغلطان وقت إيفا على سنة 2022 يعني صالة الآن أكثر من سنة لاحن ما حصل آخر تحديث أندرويد 14 لكن قايا حصل سيكوريتي أبديتس أول باول الكاميرا قاعد تتحسن مع كل أبديت يحصلة أداء البطارية قاعد يتحسن مع كل أبديت تحصلة ولازم تستثمر بثمانية رام لأنها لا تستطيع استعمل الستة رام ثمانية رام 256 628 مستحيل يتحمل تطبيقات اليوم المعارجة التي سيكون موجودة هنا من فئة السادسة قاعد تكلم من تحتها على المعماريات القديمة ستة نانوميتر ثمانية غلطان اللي سيكون موجودة هنا ليس نفس المعارجات اليديدة نفس سنادراجون 7 جن 2 ولا سنادراجون حتى 7 جن 1 حتى سنادراجون 8 تعوذ بالله صح شركة نوكي تنزلك معارج قوي على واحد من تلفوناتها بس بغض النظر عن هذه الأمور كلها مستوى هذا التلفون اليوم هل ممكن أنا أنصح أحد ياخذه؟ بالمعنى إيه عمر معي بشكل مناسب من ناحية جودة التصنيع كمواد تصنيع خامات موجودة هنا زائد نظام التشغيل وهو أهم من الخلف عندنا بولي كاربونت كشغة من الأمام عندنا غوريلا غلاس وفي حواف نسبيا متناسقة ليس الأصغر لكنهم بعد ليس الأكبر وبصمة ستكون موجودة بالشاشة تشتغل بشكل مناسب ليس نفسي صار مع النوكي 9 Pure View أما من الجنب سيكون عندنا حواف من الانوداز الومينوم وشامفرد مثل ما نتو شايفين تحسنت المسكة مالتها وحط ببارك هذا التلفون نزل قبل آيفون 15 والفون 2 من ناحية أنه حواف مسطحة بس مريحة حق المسكة مالت التلفون غير التقويس البسيط مثل ما نتو شايفين هنا من الخلف علشان يحسن مسكة التلفون بشكل وايد وايد أكبر أما من ناحية الكاميرات عندنا كاميرتين أساسية 15 و أولترا وايد 16 و كاميرا أمامية 13 ميجابيكسل أداءهم جبار واستثنائي مع التحديثات الهوائية اللي انزلت مع النهني أنت ما عندك لا علامة زايس ولا هم يحزنون ولأن ما عندهم شغلات يسوي لك يا حب السوفتوير إضافية علشان تهنك تجربة المستخدم كله لازم تسوي انك تنطر تحديث هواي والمضحك المبكي في الموضوع أن الشركتين اللي عندهم ستوك أندرويد خام نوكيا و موترلا أكثر الشركات اليوم تتخر من ناحية تحديثات الهوائية حتى الشركات الصينية قامت تنزل تحديثات الهوائية قبل نوكيا قبل موترلا و حتى شركات يديدة نفس تنزلك تحديثات الهوائية قبل نوكيا و قبل موترلا فهذا الشيء الوحيد نخرض عليه ستوك ما في تحديثات تحديثات الهوائية أول بأول علشان تستفيد من ان انت عندك اندرويد بس غير جديد مثل ما قلت لكم التليفون أداء الصراحة عدى العيب من ناحية الشكل العام لايحن عندك انت هني شاشة ترددها 90 هرتز يشتغل بشكل مناسب لما تتقارنها مثلا مع البيكسل 7 اللي نزل سنة اللي طافت بس لما تقارنها مع البيكسل 8 اللي نزل هذه السنة بتقول لا حبيبي انا ابي الهائي رفرش ريت الاكثر لاحظة اين الرفرش ريت اه كاو لان الباتري سيفر اخطى في الباتري سيفر اخطى الباتري سيفر سكرين ريفرش ريت محطوط على ادابتف يعطيك 90 هرتز بدال 60 هرتز وللامانة يشتغل بشكل مناسب ما عندي اي مشكلة انا جرت نسخة الستة رام وجرت نسخة الثيمانية رام لا تفكر تاخذ الستة رام مع تطبيقات الموجودة بالذات من التواصل الاجتماعي اليوم ثقيل راح يصير ثقيل اداء التليفون على الستة رام موجود ثيمانية رام وليح يعتبر سعر ويد مناسب مقارنة بالذي انت راح تحصلك اخذ الثيمانية رام ومن ناحية الكاميرا مرة ثانية راح يكون عندك انت كامرتين بثلاث وضعيات لان ال 50 ميجا بيكسل راح تقدر تسوي لها كروب ان وما راح تفقد من ناحية الريزولوشن وراح تشتغل بشكل جدا مناسب وتعطيك تصوير استثنائي مع الاولترا وايد وهي ال 50 ميجا بيكسل الاساسية اللي راح يكون فيها OIS انت المثبت البصري فلو نوكيا كانت بكل بساطة بنزلت تحديد يدي نوكيا اكس 31 هذي السنة وتعطيك عليه معالج انا راضي سناب دراجون 7 جن 1 مع انا راضي 8 جيجا بات ذاكرة عشوائية و انا راضي نفس الكاميرا و انا راضي نفس الحجم الشاشة بس 120 هرتز كان تلفون كان ممتاز ممكن يكون على قائمة تلفونات المفضلة لانزلته سنة 2023 لو كان عندي قائمة ليش ما عندي قائمة اسوي لكم قائمة بس لان هذا التلفون نزل العام ولان حين معمر ممكن انا انصح الناس لانا راح يحصلونه بسعر استثنائي مقابل شون التلفون راح يعمل ويا كم بعد زيادة لي جدام فالشارك نيرايق تحت شنو نوكيا كانت بكل بساطة تقدر تسويه حك شخص توراد من الكويت وشاف تلفونات القديمة اللي موجودة هناك من شركة نوكيا احتريت زيادة انه هي مقعد تسوي لنا شيء ولكن واضح توجههم واضح الشركة يبقون يفللونها مرة ثانية وممكن ترجع الهوية حق شركة نوكيا الام مرة ثانية واذيش الساعة نشوف تلفونات نوكيا تبدأ مرة ثانية او ننصدم مرة ثانية لا تنسون انكم تشتركون وتفعلون مع هذا الفيديو وتفعلون جرس التنبيهات ليش لا؟ قلت ان ازل لكم فيديوهات بشكل يومي ما عندك عذر تأكد انك تشترك ولا تنسى احبابنا ودعاك الصالح اتوقع بس سامحنا على الطالق سور سلامتكم تعيشون احمد بعركي فمالله الكريم